السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله جميعا من أول قائمة لأخيرها متابعيني الكرام عامة وعشاق الحسون خاصة تهيئا لكم جميعا من أول قائمة لأخيرها بدون استدناء نتمنى تكونوا على خير وفي خير وطويراتكم على خير إن شاء الله في هذا الفيديو لليوم أن تكلموا على الطريقة كيف يشنون الحسون داخل القفص أو كيف يتإنتاج الحسون داخل القفص أو السلاكة هذا يعني عنوان عنده 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 فيه ما يتقال هذا العنوان فيه ما يتقال والناس يعني كيتمنى إنجوا الحسون ولكن كينين يعني محتري في منتج الحسون أو المقنين في المنزل ما كيبغيوش يبينوا واحد نقاط اللي يمكن لك تسهل عليك إنتاج الحسون داخل القفص أو كي حاول يعني وكي يعتبروا إنتاج الحسون داخل القفص واحد نقطة صعيبة شي شوية خصا المبتدئ أو مربي الطيور يعني إن شاء الله نحاول نوريوكم هذه النقطة إن شاء الله ونتكلموا عليها إلا ما عليكم إلا إن شاء الله تشاهدوا الفيديو حتى الأخير باش إن شاء الله تستفدوا معنا نتمنى ونكونوا موفيدين ومستفيدين معكم وإلى أعجبكم الفيديو ما تنساوش البصمة ما تنساوش جيم ما تنساوش الإعجاب للفيديو إلا أعجبكم واشتراك إلا كنتوا مثلا أول زيارة عندك القناة إن شاء الله أخي الكريم واختي الكريمة اشترك في القناة وفعل زر الجرس إن شاء الله باش يوصلك جديد دينا وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم للفيديو شاهد الفيديو حتى الأخير إن شاء الله فيه ما يتقال وفيه إفادة كتيرا لمنتج حسون داخل القفص السلام عليكم مرة أخرى إن شاء الله أتشارك معكم الجريبتي في تربية الحسون كما كنتشفوا إن شاء الله أمامكم كين واحد عامل عامل اللي غنبيرو عليه يعني بين قوسين عامل العالم كيبغيه واحد العامل اللي غنبيرو ونفصلوه لكم ونوضحوه لكم اللي هو اللي كي يسميوه الناش السر في إنتاج الحسون هذا العامل هو الأنت إلا عندك أنت صالحة أنت يعني أنت شا نقوله ما شاء الله إذن عندك إنتاج الحسون لا داعي باش نتكلموش على الله على الذكر ما نتكلموش على الذكر الذكر كيبقى غير يعني عنده وظيفة وحدة ذكر عنده وظيفة وحدة هو تلقاه ولكن أنت عنده وظائف وهي اللي يخصنا نخدمو عليها وهي السر وهي العامل للأنتة والأنتة أن نبدأ معها بالترويد هذا الترويد الترويد للأنتة للحسون أو للأنتة للمقنين هو المهم هو النقطة المهمة هو النقطة المضيعة لك أخي المربي وكذلك تجهيز ديالهم تجهيز مثلا ديال وكذلك ديال الذكر تخدم معهم شوية تجهيز إن شاء الله يكون خير يعني يتلق جهزهم زيان إن شاء الله غي سهل عليك بزاف وغي قربك للنجاح إن شاء الله في إنت ربيع الحسون وممكن نقول إلي عندك واحد لو أنت ممتازة رفرك قطعت يعني كنقول قطعت أو وصلت للدرجة قريبة للأخيرة أو بصلت 90% للإنتاج للحسون أو تفريخ للحسون يعني داخل القفص أو في المزيج بكل سهولة يعني دائما لقصنا نركزه ونعاود نركزه ونعاود نركزه على الترويد على الترويد ديال الأنت وتكون أنت أو أنت مثلا تكون يعني تفرخت عندك ولو تفرخت عندك ولو فقطت عندك يعني في القفص ولو بنت العش ولو بنت القفص لعا قاروري باش تخدم معها ترويد باش تكون هي تكون ساهلة وملفة القفص وتكون هادئة وتابتة ومعتادة عليك نتلافش مدل هيدك الدخلي دك بتبدل لها الماكلة تبدل ربما تكون الكانار لأن أنت الكانار تكون يعني صعيبة عليها أو خوافة عليها تكون كتخاف ولكن أنت تخدم معها بهذه الطريقة يعني تحاول ترويد ها تحاول تسهول تولي فعلي تحاول تكون ما كتخاف تكون ما كتفاعل معك من حركة ديالك باش تدخل بتبدل الما أو تبدل لها ليش تبقى تعتبرك واحد العادو ديالها تعتبرك واحد الصديق واحد الأنيس ديالها واحد العاشق ديالها اللي يعني تخدم معها تعطيها لأكل كأنك لأب ديالها اللي ربيتها يعني تخدم مع الأنت بهذه الطريقة يعني تعاول تعودها عليك باش تسهل عليك إن شاء الله لإنتاج ديال المقنين لأنت كذلك لأنت مثلا لتفرر خطف القفص ممكن تخدم بها ولكن تحاول تخدم معها لأخي الكريم أختي الكريمة أعشاق الحسون أينما كنتم تخدم معها بالطروية تحاول تروضها هذا هو العامل النقطة اللي يخدم عليها المنتج للحسون هو التروية عندنا فيديو وات إما تشوف شتم عنه في الأغرى كيفية ترويض الطيور البرية حاولوا ترجعوا ليهم انشاء الله وحاولوا تستفيدوا من الترويض كيفية ترويض الطيور إلى روض ومازلنا فيديو ومهما وفيديو كثير انشاء الله نتكلمون لكم عن كيفية الترويض خصصا لأن الترويض هو المهم هو المهم في إنتاج الحسون أو إنتاج أي طيور يعني لا تخاف منه تكون لأن الذاكار لا تتكلمون عنه كثيرا لأن الذاكار لا يوجد مشكلة الذاكار يجبون من الطبيعة وصيد جديد يجبون من أسبوع ربما يجبون مجهز من الطبيعة يجبون أقرب يجبون وظيفة واحدة وظيفة واحدة لأن الأنت أعطيت البص أعطيت البصد من الفقاح سوف يقوم بالدور و ستكون النتيجة والله يوفق الجامع عكس الأنت الأنت عندها وظائف كثيرة تتخدمها في الترويد نحاول أن نتقل ونقوم بها لأن الوظائف ديالها بزيف كاتبناش كاتباد تتمكن الفراخ وزيد وزيد عندها وظائف لأن الأنت هي النقطة لأن العلامة الاستفام وإنتاج الحسون لا يوجد شيء صعب كل شيء سهل و الأنت التي تجلبها على صيدنا حتى هي تخدم ولكن خاصة نساعدها ونصبرها ونحاول أن نحسها بالأمان في الترويد نحاول أن نحسها بالأمان لأنها تتبتها إن شاء الله تحاول أن تتخدم لك تحاول أن ترجع الفيديوات لإخوة المحترفين ترجع الفيديوات إن شاء الله فيها إفادة وحاول أن تخدم معها إلى تحتها لأنها تتكون عندها عندها تحتها عندها خبرة عندها خبرة في الطبيعة تتكون مثلاً فيتها فرخات خدمات تتكون عندها خبرة غير تصعب عليك تصعب عليك الإنتاج منها تصعب عليك الإنتاج منها حيث لا تكون ملفة تكون خايفة طبيعة ديالة سبحان الله غريزة ما عند الله تعالى تكون تخاف يعني ربما تطلع عليها تكون باضز عقا عندك باضز ولكن تطلع عليها تحاول ترقبها تخرج عندك البيض والنفر ولا يكون عندها الفراخ تخليهم وتخرج يعني مثلاً تتخدم بها تتخدم بها شكراً ما هي الخاصة؟ أعطى تتخدم أخذها بسبب تطلع لها الماكلة يعني الى مخصص يعني ما تدخل عندهم عطى تقدي BLM خدم معها والتقديم المتوازنية والتعيق بدون اشكال بدون مشكلة ان شاء الله والتوفيق للجامعة ان شاء الله عفوان عفوان بالنسبة للتجهيزي اللي انت خاص غير التحكم يعني التحكم في الاضاءة يعني وزيد وقت ديال الاضاءة مثلا الضو تخليه اليوم واحد اليوم مدة يعني تحاول تطول الوقت ديال الاضاءة تطول الساعدة ان شاء الله تجهيز خاص يكون عندك ذكر مثلا انت واحد ساعدها يكون ما كيسكتش يكون التغريد حاول التغريد تغريد زيدهم التجوية لتغريد وان شاء الله تشوفوا الانتاء في الوصفة اللي بغيتوها ان شاء الله وما تنساوش كذلك كما قلنا الغداء المتوازي الغداء المتوازي ان شاء الله سنقوم بإمكانكم فيديو خاص به لأنه فيه ميزقال طويل ونحاول أن تكلمون لكم على مواد الطبيعي يجهزون ان شاء الله بها لا يوجد فيرسيفيت ولا نيكتون ولا السيلينيوم ولا شيء كامل ان شاء الله لا يوجد منه سنخدمون ان شاء الله بالطبيعي وأنا ونشركوا لأخلف العراض ومشاكل جهاز الهضمي ان شاء الله ستابعونها وما يكون غير خير ان شاء الله ان شاء الله نجيبوا فى الفيديو واحد اخر ان شاء الله أن تكلموا على كيف يجهز ان شاء الله من الحصل الانتاع وكذلك النجاة ان شاء الله نحاول ندير واحد خلاصة كبان نجهزو ان شاء الله الطيران إذن إخواني كرام عندك أنت جيدة دريسيا مزيان إذن رأى عندك طريق مسرحة باش إن شاء الله تحصل على وحد الحسود من الإنتاج ديالك سبحونا إلى طويلنا عليكم إلى موضوع قادم إن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح بإذن الله أي استفسار أي نقد نقد في طبيعة الحال أو سؤال الرجاء خليهن إن شاء الله في تعليق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته